اشتركوا في القناة فكرة ان انت مستني مثلا مراجعة هنلمل منها كله في فيديو والكلام ده انت دلوقتي متوفر لك الكلام ده مثلا ينفع لو انت بتاخد درس فانت مثلا مش متوفر لك الحصص اللي فاتت فانت محتاج مراجعة اما دلوقتي انت عندك الدروس موجودة ومتوفرة معاك كل يعني طول الوقت موجودة معاك تقدر ان انت في اي وقت ترجع للدرس اللي عندك مشكلة فيه وكمان احنا بنحل الاسئلة فهتلاقي حل الافكار كمان بتاعت الاسئلة بتاعتك تمام فدي بس كانت في البداية كده طبعا في الفيديو اللي فاتح لنا على يونت واحد واثنين وثلاثة الامتحان الاول ده الامتحان التاني ان شاء الله طالما نشوف الامتحان والناس اللي امتبع معنا والناس الشطرة بقى اللي نفزت الكلام لازم ان تكون حفظت اول افعال دي الافعال اللي هي فوق العلامة الحمراء دي تكون تحفظت دلوقتي المفروض تكون بترجعهم بقى وتحفظ الافعال الجديدة دي لحد العلامة الزرق من اول جرو لحد سي احفظهم كويس بتصرفاتهم التلاتة يلا بينا نكمل وندخل على سؤال اللي سننج طبعا زي ما تعودنا في الامتحان اللي فات سؤال اللي سننج بتحل الاول عن طريق ان انت تقرأ الاسئلة اقرأ الاسئلة عشان تتوقع الاجابات وانت بتسمع النص خلي بالك ان النص بتاع النهاردة ده انت تقدر تجاوبه من غير ما تسمعه كمان يعني انت تقدر تجاوب الاسئلة دي من غير ما تسمع النص لانه متوقع بص من المهم ان ايه المية نحافظ على المية نغسل المية نضيع المية او نستعلك المية في اي كلام طبعا يعني الاجابة واضحة ايه هتكون ايه طيب we can save water if we take احنا ممكن نحافظ على المية لو خدنا دوش طويل وصير كبير هو في دوش كبير طبعا مفيش دوش كبير طب نحافظ على المية لو خدنا دوش طويل ولا قصير اعتقد برضو الاجابة واضحة we must turn نقط tabs طبعا tabs معناها الحنافيات off ولا off ولا on طبعا هي اقجابة واحدة ودي مهمة اوي وهنركز عليها بعد ما نقرالك بس ايه النص we must fix tabs لازم ان نصلح الحنافيات ذات اللي بتعمل ايه طبعا ده سؤال من الكلمات بتاع الوحدة الستة سؤال سهل جدا لو خفز الكلمات تقدر تجعبه فيعني نص يعني او اسئلة متوقعة خالص ولكن تعال برضو ما نقرأ النص بتاعنا it's important to save water we can save if we take short showers we must turn off tabs when we brush our teeth زي ما انتو شايفين كده طبعا الاجابة الاولى اللي انتو كلكم تقعطوها هتكون save احنا بنخافزه على المية او من المهم ان احنا نخافز عليها طبعا الاجابة التانية سهلة جدا short ان احنا ناخد دش ولكن قصير السؤال التالت بقى اللي مهم يا ترى off ولا off خلي بالك دي النقط بتاع حرف الف off off حرف الف العادية اما دي كانها o v حرف ايه اللي هي off off تمام فهي دي اللي احنا ايه اللي احنا نقصدها اللي هي b اللي هي معناها ايه معناها تغلق الحنفيات تمام ده حرف جر ملوش دعوة اما هنا ده معناها ايه off اللي هي يعني تقيد او تطفي دي تطفي بقى طبعا الاجابة الاخيرة برضو هتكون drip معناها تنقط لازم نصلح الحنفيات اللي بتنقط ده كان السؤال الاول سؤال الاستماع ندخل على السؤال التاني على طول نبيلة بتكلم ريم فنبيلة بتقول it's a holiday to day النهاردة اجازة why don't we go to the park ليه ما نروحش لي الحديقة فريم قالت لها I would like that انا احب ده خلي بالك بقى عشان لو اول مرة تتبعنا الجزء ده جزء اللي هو بي اللي هو سؤال التاني والتالت عمتا ده بنحله ازاي هتلاقي lessons 3 و 4 الدرس التالت والرابع في كل المنهج طبعا نزلته لكم كلهم لو انت عندك مشكلة النهاردة في الحاجات دي ترجع تراجع على unit 4 و 5 و 6 عشان كده انا حبيت ان انا حل معاكو اسئلة كتاب المدرسة عشان اللي كان عنده مشكلة في الفيديو اللي فات ده تعرف كده ان انت واقع منك unit 1 و 2 و 3 ترجع تراجعهم لو عندك مشكلة في الفيديو بتاع النهاردة مش فاهم حاجة مثلا الاجابة دي طب انا مش فاكر الحتة دي يبقى انت عندك مشكلة unit 4 و 5 او unit 4 و 5 و 6 تمام الفيديو الجاي هيكون على اخر 3 يونيتات وهكذا قيت لها ايود لايك ذات انا احب ده نقط about having a picnic خدنا مصطلح كده او خدنا جملة او سؤال بنسأله اللي هو ايه ماذا عن ماذا عن اللي هو how about having a picnic how about وبعد كده بنكتب الحاجة اللي احنا عايزينا فقيت لها ايه اوكي تمام there is only نقط food in the fridge طبعا food لايعد فاحنا هنا عايزين ايه طبعا كلمة only معناها فقط only معناها فقط فده بيدل على ايه على حاجة قليلة let's go to the market first تعالين ما نروح للسوق الاول معنى كده ان الاكل قليل ولا كتير ان الاكل قليل فهنقول ايه a little food a little food لان طبعا الاكل لايعد فبياخد لتل طب لو حاجة تعد طبعا بتاخد فيو there is a new shop near the school في shop في محل جديد جنب المدرسة نقط don't we go there طيب انت سمعت الحتة دي من شوية ايه سمعتها عارف فين اهي بص don't we ادي هنا don't we go here تمام يبقى اللي كان قبلها why يبقى هنا اللي جابها هتكون ايه why برضو why don't we go there ليه ما نروحش هناك فهتلاها that's good طبعا idea دي فكرة ايه فكرة رائعة great let's go طبعا بمنتهى السهولة بنحل الموضوع كده تقرأ بس كويس وكمان ان انت تكون مذاكر lesson 3 و 4 كويس جدا جدا اخر جزء في كل فيديو كنا شرحنا في lesson 3 و 4 بيكون مهم اوي هنا what were you doing at 2 o'clock yesterday afternoon هنا بنتكلم على محادسة بين شريف و طه لازم ان نقرأها كلها الاول عشان نقدر ان احنا نعرف هما بيتكلموا في ايه خلي بالك ان هنا ما فيش علامة استفهام دي غلطة ما ينفعش يجيب لك 3 اسئلة و 4 بعض فدي غلطة دي هتكون نقطة عادية جملة هي غلطة من الطبع بس what were you doing at 2 o'clock yesterday لما بحدد ساعة معينة في الماضي يبقى ده زمن ايه زمن الماضي المستمر الماضي المستمر لاني محدد ساعة معينة اللي هو عبارة عن ايه was aware زائد الverb زائد ing تمام دي اول حاجة نستفدها من الجملة دي نكمل that's great ده شيء كويس did you enjoy your meal your meal طبعا معناها ايه وقبتك هل استمتعت بالوقبة بتاعتك قال له yes we did my grandmother made my favorite dish okra ده جدتي عملت ايه الطبع المفضل بالنسبالي طبعا هنا واضح انه هو اكل مع مين مع جدته فاحنا هنا هنقول ايه هنقول مثلا i was having lunch انا كنت يعني بتغدى with my grandmother كنت بتغدى مع جدتي المهم جدا ان انت تعمل ايه تستخدم was والverb plus ing was having lunch طبعا with my grandmother المظر زي ما انت شايف هنا كده لانه قال ان احنا ايه كلنا واتبسطنا we did we هنا بتعود على الشخص ده اللي هو طاها وجدته هنا وانت السائح وانت السائح هيسألك سؤال فانت بتقول له ايه first take line two الاول خد الخط التاني وكننا خدنا الحاجات دي في unit four then change at الشهده وبعد كده غير في الشهده غمرة is on line one غمرة في الخط الاول thank you very much طيب لما تقول لواحد خد الخط الاول او خد خد الخط التاني وبعد كده غير في الشهده غمرة في الخط الاول يبقى هو انت هو بيسألك على ايه هو بيسألك على غمرة هو بيسألك على غمرة فانت قلت له انه غمرة في الخط الايه الاول يبقى هنا هيكون السؤال how do I get to خدنا السؤال زي ما هو كده بالزبط how do I get to وقلتلك بتكتب هنا المحطة اللي انت ايه اللي هو طالبها منك اللي هي هنا غمرة وبعد كده onza metro زي ما هي كده بدون اي تغيير هو بس المحطة هنا اللي بتتغير انت بتحفظ how do I get to ازاي اروح الى وطبعا غمرة دي مرة بتبقى غمرة ومرة بتبقى العتبة وهكذا حسب ما هو ايه مديك هنا كده ده كان السؤال الاول والتاني والتالت تعالوا ما نشوف السؤال الرابع وده سؤال سهل جدا سؤال القطعة هنا بيقول لنا where does water come from المية بتيجي منين هنشوف دلوقتي ونقرأ احنا عايزين نعرف المية بتيجي منين why is it important for Egyptians to save water ليه مهم للمصريين انه هما يحفظوا انه هما يعني يوفروا في المية when does the land becomes dry امتى بتكون الارض بقت جافة خلاص how often does it rain in Egypt هي بتمطر قدية في مصر every day كل يوم هل ده شيء منطقي في مصر لا طبعا never عمرها ما بتمطر في مصر برضو لا always طب ما هي always هي every day always يعني دائما وevery day يعني كل يوم فهي هي sometimes احيانا فانت من غير ما تقرأ السؤال ده برضو رقم 4 قدر تجاوبه what does the underlined word significant mean كلمة significant دي معناها ايه هنشوف برضو دلوقتي water is very significant المية بتكون حاجة جدا يطر المية بتكون useless يعني عديمة النفع المية بتكون عديمة النفع اكيد لا المية بتكون جافة جدا اكيد لا المية بتكون مسيرة جدا اكيد لا برضو يبقى المية بتكون ايه همة جدا انت اعرف ان كلمة significant انت اصلا معناها ايه معناها همة significant انت معناها همة ولكن حاجة همة جدا جدا يعني اكتر من important كمان بكتير طيب for the lives of people اللي ايه المية بتكون همة جدا اللي ايه في حياة او لحياة الناس plants اللباتات والحيوانات and animals water comes from rain المية بتيجي من ايه من المطر يبقى هنا ده جابة سؤال الاول المية بتيجي منين المية بتيجي من المطر يبقى الاجابة it comes from rain it comes from rain او water comes from rain اللي هي رايحك when there is little rain for a long time لما بيكون فيه مية قليلة لمدة طويلة some places have a drought في بعض المناطق بتصبي الجفاف this means that the land becomes very drought يعني امتى بقى بيحصل الجفاف ده وامتى الارض بتكون جافة جدا ها لما بيكون ايه لما بيكون فيه مطر قليلة لمدة طويلة جدا ده اجابة السؤال التالت خلي بالكم نكمل ايجيبت دازنت always have a lot of rain مصر يعني مش دايما بيكون عندها ايه مية كتيرة so it is important for us to save water لذلك من المهمة علينا ان احنا نحفظ المية يبقى ليه من المهمة علينا ان احنا نحفظ المية او نحنا نوفر في المية ليه لان مصر ايه لان مصر ما بيكونش فيها مطرة بشكل دائم يبقى because ايجيبت doesn't always have a lot of rain ولان مصر ما بيكونش دايما مطرة يبقى مش everyday ومش never ومش always هتكون الاجابة sometimes طبعا السؤال ده جبنا اجابته ان هي هتكون when there is little rain for a long time لما بيكون في مطرة قليلة لمدة طويلة والسؤال الرابع هيكون sometimes احيانا او ساعات ساعات يعني فيها اوقات بيكون فيها مطرة وفيها اوقات ما بيكونش فيها والاجابة الاخيرة رقم 5 هتكون important ان كلمة significant معناها هام جدا دول كده الخمس اسئلة بتوع الكتعة الكتعة سهلة قوي انت بس كل اللي عليك الاول اقرى الاسئلة اقرى الاسئلة الاول خمس اسئلة عشان وانت جاي تقرى الكتعة هتقدر ان انت تطلع الاجابات بقى بتاعتك بسرعة تعالوا ما نشوف اسئلة الكتعة a marlin is a big طبعا انت يعني لو قررت الكتعة مرة واحدة في حياتك المفروض تكون عارف السؤال ده هي المارلين دي ايه طبعا يعني كنت لسه هغلط بالثاني هو هو قولك المارلين دي سمكة سمكة المارلين سانتياجو كوتسيلزا مارلين سانتياجو هيبيع المارلين بايه يعني هيستفيد ايه هياخد سمك كتير ولا رز كتير ولا ميا كتير طبعا لا هياخد ايه هياخد فلوس كتير فبرضو سؤال سهل جدا يعني سؤالين سهلين جدا وبرضو المتحان اللي فات كان اسئلة الكتصة سهلة قوي ويديت سانتياجو نيتو كاتش زا مارلين وده سؤال كنت حطته لكم في فيديوهات الشرح ليه سانتياجو كان محتاج ان هو يستطع سمكة سمكة المارلين الاجابة بيكوز هيوز بور لانه كان ايه فقير هتكون جايزة جايزة لانها طبعا كبيرة لانه هيقدر يبيعها بفلوس كتير جدا انت بق ده سؤال ليك انت على فكرة السؤال ده لو جوابت بآ هتتحسيب لك صح ولو جوابت بلا هتتحسيب لك صح المهم تكتب سبب المهم تكتب سبب فهياريت يعني حاجة زي دي تكتب سبب كده ايه كويس وسبب ممكنه بس هتستمتع ان انت تكون صياد فمسلا ممكن نقول ايه 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 هستمتع طب ليه طبعا هنا كان السؤال بود عشان كده استخدمتود يس ايود بكوز اتس ان اكسايتنج لايف لانها هتكون ايه حياة مصيرة حياة مصيرة تمام طب لو انت شايف ان لأ لانها حياة مثلا مليئة بالمخاطر اتس ادنجرس لايف لأ لانها حياة خطرة تمام فانت ممكن تجاوب او ممكن تجاوب لا ولكن المهم تذكر السبب تعالوا ما نشوف اخر حاجة معنا هاو نقط بيبل ار فيستنج زميزيوم تودي طبعا هنا بنتكلم على الحاجات اللي تعده ولا تعد طبعا بيبل من الحاجات التي تعد فهناخد معيها مني هاو مني هاو مني هاو مني اداة الاستفهام هاو مني كم عدد الناس في الصيف فارمرز يوز الفلاحين بيستخدموا نقط ووتر بيستخدموا ايه الوت لا مفيش ما ينفعش نقول الوت بس فين اوف طيب لوت اوف طب فين اه عشان ووتر المفروض تاخد اه طب لوت بس لا برضو يبقى الايجابة هتكون بيه الوت اوف الوت اوف ممكن تشتري اكتر يعني برطوان عصير برطوان اكتر طبعا دي قعدة الخاصة بصم واني هل صم كتبتيجي في النفي لا يبقى ولا معانا دي ولا معانا دي تمام يطرى بقى aren't any ولا isn't any هو عصير البرطوان بيعد ولا لا يعد طبعا لا يعد يبقى تبقى isn't any there isn't any in the fridge مفيش اي 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 عصير برطوان في التلاجة اتفقنا ان الاكلات ما بتعدش العصير ما بيعدش المواد الخام ما بتعدش كل حاجات دي لا تعد it is sometimes difficult to دايما ايه ايه او ساعات بيكون صعب ايه نقاط big cities get on big cities get for big cities get over ولا get around طبعا تكون اجابة get around معناها التنقل احيانا او في ساعات بيكون صعب التنقل في المدن الكبيرة salma is very good at tennis salma بتكون جايدة جدا في التنس she not everyday she changes هي بتغير كل يوم بتسافر كل يوم بتقلق كل يوم ولا بتتدرب كل يوم طبعا بتتدرب كل يوم يبقى ده بس من مذاكرتك لايه للكلمات ان انت تعرف ان الكلمة دي معاناها هي تدرب وهي كويسة في التنس ليه لانها بتتدرب طيب ممكن يجيلك السؤال ازاي يقول لك مثلا سلمة او مثلا احمد is very good at football هل كده السؤال اتغير لا ما اتغيرش هو بس اغير ايه في الكلمات انما نفس الفكرة بالظرر there are one thousand meters in a هو ايه الحاجة اللي فيها الف متر ها طبعا ده سؤال سهل جدا سؤال في العلوم كمان يعني ايه الحاجة اللي فيها الف متر طبعا دي الكيلو متر i bought some flowers for mom from the من اللي بيبيع الا الورود طبعا برضو سهلة جدا حتى يعني قريبة في الشكل يعني كلمة دي كده واتبص هتلاقي كلمة دي شبهها اصلا فيبقى ايه الفلورست ركز معي بقى في رقم تمانية عشان ده مهم وفيه فكرة the restaurants المطاعم sold بتبيع نقط different kinds of food فانت هنا عندك not any طبعا the restaurants sold not any طبعا ايه الاجابة غلط واضحة جدا تمام فيش ايه حاجة ان احنا ننفي بيها a little much a lot of طبعا much و a little بيستخدموا مع الحاجة التي لا تعد تمام a lot of معناها العديد من طيب تمام خلي بالك بقى من حاجة هل احنا هنا بنتكلم على ان الطعام بنتكلم على الطعام ولا انواع الطعام هل بنتكلم على ايه انواع مختلفة من الطعام طب الانواع المختلفة دي بتعد ولا لا تعد طبعا بتعد الانواع بتعد عندي نوع مثلا الاكلات الشرقية الاكلات الغربية الاكلات الحدقة الملحة وهكذا فدي حاجات بتعد اما الطعام نفسه لا يعد اتفقنا فهنا الإجابة هتكون A lot of ما ينفعش ناخد ماتش خلي بالك تمام ولا قالتل طبعا A little food زي ما لسه حلنا من شوية إنما A lot of different kinds of food النواع مختلفة من ايه من الطعام بعد كده read and correct أول سؤال بيقول لنا Today is Friday النهار ده يوم الجمعة So لذلك There aren't many stations on the metro هل عشان النهار ده يوم الجمعة فهيكون مفيش محطات في المترو لا كده كده المحطات موجودة سواء الجمعة أو السابتة أو أي يوم من مال لما يكون أجازة ايه الحاجة اللي مش تبقى موجودة كتير طبعا passengers a row cab الركاب هما اللي مش هيكونوا موجودين كتير أو كمان ممكن تقول people ايه ما تقول الأشخاص أو ايه أو ركاب ولكن طبعا passengers aftal I can't find many money هي money بيجي معها many لا ده many دي مع الحاجات التي تعد ومني لا تعد عشان كده بيجي معها much رقم ثلاثة while they could studying the phone ring طبعا احنا واضح جدا ان ده زمن الماضي الماضي الايه الماضي المستمر طبش معنى ادي هنا واضح ان ده حاجة حصلت ده التصريف التاني طبعا من الفعل ring ring هنا في التصريف التاني طبعا هنا studying ودي عندنا زي هو ايه اللي بيجي معها زي was or where طبعا اللي جابها هتكون where while they were studying اثناء ما كانوا بيذكروا حدث مستمر زي phone ring التليفون بكده نكون خلصنا الفيديو النهاء بتاع النهاردة الجزء دوت انا هسيبه لكم بقى الجزء الخاص به البراجراف انت بس كل الفكرة اكتب في زمن الماضي المستمر اكتب في زمن الماضي المستمر يعني جمل زي دي كده اللي هي was or where زائد الverb زائد ing بس كده اكتب موقف وممكن تكتب في التعليقات اكتب بس الست جمل بتاعتك فيه التعليقات وانا هصحح لك عليها عشان تتدرب برضو وتكون بتمشي ايدك كده في البراجراف مهم قوي ان انت اكتر سؤالية مهم تتدرب عليهم البراجراف والقطعة لان دول ما بيتقرروش معاك في المانهة كتير فانت مهم تتدرب عليهم بكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان هو يكون افادكم ياريت ان انتم تساعدون ان نوصل لكل زمالكم عن طريق ان انتم تشاركوا الفيديو على الفيسبوك على الجروبات الجروبات على الفيسبوك عشان يعني كله يستفيد منه ذاكروا بقى unit 7 و 8 و 9 كويس جدا طبعا مع الكصة بقى بقية الكصة علشان ان شاء الله ينزل الامتحان الاخير نشوفكم على خير ان شاء الله الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة